إذا كان هذا الجسم وكتلته رمزها M يتحرك بسرعة متجهة رمزها V فإن لهذا الجسم زخما خطيا ويقال أن الأجسام في الحركة الانتقالية لها زخما يستخدم الحرف P للدلالة على الزخم والذي يساوي الكتلة M ضرب السرعة المتجهة بما أن الزخم هو كمية الحركة فيمكن تعريفه بمدى صعوبة إيقاف الجسم عن الحركة في الحياة اليومية يقول الكثير ما كمية الحركة أو الزخم لهذا الجسم أو ذاك وكلما ازداد زخم الجسم ازدادت صعوبة إيقافه عن الحركة لكن ما معنى هذا رياضيا؟ لتغيير زخم جسم ما يجب التأثير عليه بقوة لفترة من الزمن لذا فإن مقدار القوة ورمزها F ضرب زمن تأثير هذه القوة ورمزها دلتا T تساوي الدفع لاحظوا أن الدفع يساوي التغير في الزخم ورمزه دلتا P فإذا لم يكن هناك أي دفع لأن الجسم لا تؤثر عليه أي محصلة قوة فلن يتغير الزخم أي يبقى ثابتا بمعنى آخر فإن الزخم الخطي محفوظ وهذا ما تعتمد عليه العديد من التطبيقات الفيزيائية لحركة الأجسام الانتقالية لكن ماذا عن الحركة الدورانية؟ فمثلا إذا كانت هذه كتلة نقطية ويرمز لها بالحرف M وهي مربوطة بخيط كتلته مهملة ومثبت من الطرف الآخر على سطح أملس بمسمار إذا أثرت قوة على الكتلة فبدأت بالدوران حول المسمار وتذكروا أن السطح أملس وليس هناك أي مقاومة للهواء فإن الكتلة تدور بحرية ودون عائق في هذه الحالة تسمى القوة التي دفعت الكتلة إلى الدوران عزما وتسمى الحركة حركة دورانية إذا عدنا إلى الحركة الانتقالية هنا فإن الزخم يصف أو يقيس مدى صعوبة إيقاف جسم يتحرك فهل هناك مفهوم فيزيائي يقيس أو يصف مدى صعوبة إيقاف جسم عن الدوران؟ أو هل تملك الأجسام زخما حين تدور؟ بالطبع، ولكنه يسمى زخما زاويا فإذا تحرك الجسم من مكان إلى آخر فإنه يملك زخما خطيا وإذا تحرك حركة دورانية فإنه يملك زخما زاويا وكلاهما كمية متجهة لذا لا تنسى وضع سهم هنا للدلالة على أنه كمية متجهة فالزخم كمية متجهة تساوي الكتلة وهي كمية قياسية ضرب السرعة المتجهة هذا سهم آخر هنا كذلك الزخما الزاوي له اتجاه فالجسم يدور في اتجاهين مختلفين إما مع عقارب الساعة أو عكسها ولكن ذلك يحتاج إلى تحليل المتجهات إلى مركبتين وإجراء حسابات خاصة ودرس اليوم يركز على الزخما الزاوي باعتباره كمية فيزيائية بغض النظر عن الاتجاه يرمز للزخم الزاوي بالحرف L ويرتبط الزخم الزاوي بالعزم أي مقدرة القوة على جعل الجسم يدور حول مركز أو محور أي أنه يماثل القوة التي تغير الحركة الانتقالية للجسم هنا لذا فإن العزم يساوي القوة F ضرب المسافة بين الجسم ومركز الدوران لاحظوا كيف تتشابه المفاهيم بين الحركة الانتقالية والحركة الدورانية فكما ضربتم القوة في المسافة في الحركة الانتقالية تضرب القوة في مسافة البعد عن مركز الدوران في الحركة الدورانية وبالتالي فإن الزخم الزاوي يساوي الكتلة M ضرب السرعة المتجهة V ضرب المسافة بين الجسم ومركز الدوران ورمزها R للدلال على أنها نصف القطر فإذا كانت الكتلة تتحرك في دائرة فإن هذه المسافة هي نصف قطر الدائرة إذن الزخم الزاوي يساوي M V R لكن انتبهوا فالسرعة المتجهة هنا يجب أن تكون عمودية على نصف القطر وتسمى أحيانا السرعة المماسية المتجهة لذا يوضع إلى جانب حرف V حرف T مقلوب للإشارة إلى أن السرعة المتجهة عمودية على نصف القطر هذا اتجاه السرعة المتجهة في الرسم وهذا هو الزخم الزاوي في الحركة الانتقالية للأجسام إذا لم يتأثر الجسم بمحصلة قوى فإن الزخم يكون ثابتا وينطبق هذا على الحركة الدورانية أيضا فإذا لم يتأثر الجسم بعزم أي إذا كان العزم يساوي صفرا هذا العزم ويرمز له بالحرف اللاتيني تاو إذا كان العزم يساوي صفرا فلن يتغير الزخم الزاوي ما الذي يمكن استنتاجه من هذا؟ بما أن الزخم ثابت فهذا يعني أنه إذا تغير نصف القطر تتغير السرعة المماسية المتجهة وتذكروا أن السرعة المماسية المتجهة ترتبط بالسرعة الزاوية المتجهة انظروا هذه L وتساوي الكتلة ضرب السرعة المماسية المتجهة أو السرعة المتجهة العمودية على نصف القطر ضرب نصف القطر إذا افترضتم أن الزخم ثابتا أي لا يوجد عزم يؤثر على الحركة الدورانية والزخم L ثابت فماذا يحدث إذا قل نصف القطر؟ ماذا يحدث إذا التف الخيط حول المسمار أثناء دوران الكتلة النقطية حول مركز الدوران حينها يقصر الخيط وبالتالي فإن نصف القطر R يقل بما أن الزخم L ثابت والكتلة لا تتغير فهذا يعني أن السرعة المماسية المتجهة أو السرعة المتجهة العمودية على نصف القطر تزداد ماذا عن السرعة الزاوية المتجهة؟ السرعة الزاوية المتجهة ويرمز لها في الفيزياء بالحرف اللاتيني أوميغا وتساوي السرعة المماسية المتجهة أي السرعة المتجهة العمودية على نصف القطر مقسومة على نصف القطر بضرب الطرفين بنصف القطر R فإن السرعة المماسية المتجهة V تساوي أوميغا في R بتعويض تعريف السرعة المماسية المتجهة في قانون الزخم الزاوي هذا الزخم الزاوي يساوي الكتلة ضرب هذا المقدار ضرب R هذه الكتلة M ضرب أوميغا ضرب R ضرب R وتصبح أوميغا R تربيع انظروا الآن ماذا يحدث إذا قل نصف القطر؟ كيف تتغير السرعة الزاوية المتجهة؟ تذكروا أن وحدة قياس أوميغا هي زاوية في الثانية أو راديان في الثانية وأن الزخم الزاوي ثابت ولا يؤثر في النظام أي عزم حسناً إذا لم يتغير الزخم الزاوي وتغير نصف القطر فماذا يحدث لأوميغا؟ في هذه الحالة تزداد أوميغا لكن ماذا لو حدث العكس؟ أي إذا ازداد نصف القطر كيف تتغير أوميغا؟ ستقل بمعنى آخر إذا قل طول نصف القطر يدور الجسم بسرعة أكبر وإذا ازداد طول نصف القطر يدور الجسم بسرعة أقل أي أضطأ ومن التطبيقات العملية على هذا الأمر ما يفعله المتزلجون في الألعاب الأولمبية فعندما يبدأ المتزلجون بالدوران يمدون أذرعهم إلى الخارج وبالتالي فإن نصف القطر يكون أطول ما يمكن ولكن تذكروا أن دوران المتزلج أكثر تعقيدا من دوران الكتلة النقطية لذا يمكنكم تصور المتزلج كمجموعة من الكتل النقطية كل كتلة نقطية تدور حول نصف قطر مختلف عندما يمد المتزلج ذراعيه أفقيا بعيدا عن جسمه فإن متوسط نصف القطر لجميع الكتل النقطية للمتزلج يزداد وعندما يضم المتزلج ذراعيه إلى صدره فإن نصف القطر يقل وتزداد سرعته الزاوية المتجهة إذن يبدأ المتزلج بالدوران ثم يغير من سرعته دون التأثر بأي عزم فعند الضم ذراعيه إلى صدره يدور بسرعة أكبر وعندما يمد ذراعه أفقيا ويبدأ بالدوران بسرعة أقل أو أبطأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر